اختتم الأسبوع الأول من موسم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للموروث البحري في نسخته الأولى والذي وقيم على كأس نجله سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة حيث شهد أول أسبوع في الموسم مشاركة مميزة من قبل الشباب البحريني والتي عكست حرصهم واهتمامهم الواضح على المشاركة الحقيقية لدعم إحياء الموروث البحري إرث حضاري متورث عن الأجداد والآباء ميز مملكة البحرين منذ القدام ويفتخر سكانها به ثمنه نستمد قوتنا وتاريخنا وهويتنا الأصيلة موسم الموروث البحري الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ويأتي ترجمة لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اختتم أسبوعه الأول بمسابقة اليزوى والإكفال والتي كانت جسر عبور للجيل الشاب للتغرف على التراث الذي اشتهرت به مملكة البحرين هذه المسابقة التراثية البحرية ستساهم في تعزيز الثقافة وستحقق الهدف الأبرز وهو توريث الشباب والناشئة لهذا الموروث الأصيل الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الهوية البحرينية الوطنية موسم الموروث البحري يشكل فرصة كبيرة لتهيئة الأجيال وتعليمهم بالموروث البحري البحريني فسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وضع رؤية واضحة لترسيخ التراث الوطني العريق ونقله للأجيال القادمة ليكونوا قادرين على نقل المعرفة والسعي لبذل الجهود المتواصلة لتعزيز هذه الموروثات لتكون دائما حاضرة ومستمرة اهتمام وحرص كبيرين ترجم من خلال استمرار هذا الموسم حتى 27 أكتوبر لإحياء هذا الموروث الذي يعد أحد الجوانب الرئيسية بالتراث البحريني العريق والذي شهده الأجداد وتورثه الأباء والأبناء